مرحبا هاكم ننتخب برنامج من تليفزيون لبنان بيسلط الضوء على قانون الانتخاب على أساس الخمسة عشر دائرة بالطريقة النسبية هالقانون بيتيح الانتخاب بحسب لوائح كاملة بحسب الدوائر المقترع فيها هو تنافس بين لوائح مقفلة بتم الالتزام باللائحة مثل ما هي فما بيجوز إضافة أو استبدال أو حزف أي مقعد من المقاعد وبتيح الالتزام بمقعد انتخابة أو صوت انتخابة واحد من ضمن اللائحة المختارة اللوائح بتكون مكتملة ومش ضرورة تكون مكتملة كمان فيها تكون لوائح غير مكتملة تتألف على الأقل من 40% من عدد المقاعد بالدائرة بما لا يقل عن ثلاث مقاعد بهالدائرة ولا يستثنى ولا أي قضاء ولا أي طائفة من المقاعد المرشحة أو المقاعد يلي بتكون لهذه الدائرة الانتخابية هلأ المقصود بالقضاء هي الدوائرة اللي اعتمدت بأنون الستين هاي أنون يلي صدر سنة 2008 بعد اتفاق الدوحة الصوت التفضيل الواحد هو الصوت يلي ضمن اللائحة بتيح اختيار مرشح واحد ورقة الاقتراع المطبوعة سلفا هي الورقة يلي أو القسيمة يلي بتقدمها وزارة الداخلية بتكون مطبوعة من قبل وزارة الداخلية ويتاح فيها الاقتراع للوايح المرشحة على سبيل المثال عنا لائحة أولى مرشحة ولائحة ثانية ولائحة ثالثة مرشحة بيكونوا ثلاث لوائح مطبوعين وتسمى كل لائحة باسمها اللائحة الأولى اللائحة الثانية اللائحة الثالثة ويجب على الناخب أو المقترع أنه يحط X حد اللائحة اللي اختارها ويحط X حد المرشح يلي فضله بمعنى آخر هذا الاقتراع يكون للائحة ولمرشح بمنح الصوت التفديلي إذا مقترع مختار أي من اللوائح واختار صوت تفديلي تحتسب اللائحة التي اختار منها المقترع الصوت التفديلي وإذا هالمقترع اختار اللائحة واحدة بدون ما يختار الصوت التفديلي نكون أمام صوت إضافة للوائح بدون صوت إضافة لأحد المرشحين كيف نختار هذه الكيف نحتسب النتائج في الدوائر؟ رح ناخد مثل هلأ نموذج تطبيقية بدائرة بيروت الثانية عنا بدائرة بيروت الثانية 11 مقعد انتخابة عنا 6 مقاعد للسنة، مقعدين للشيعة، مقعد للدروز، مقعد للأرتودوكس، ومقعد للإنجليين شو يعني حاصل انتخابة؟ حاصل انتخابة يعني عدد المقترعين مقصوم على عدد المقاعد مقاعد في الدائرة مثل ما هم نشوف على الشاشة قدامنا على سبيل المثال في دائرة بيروت الثانية اذا اقترع 139 829 مقترع مقصوم على 11 بيكون عنا الحاصل انتخابة يقدر بـ 12 712 صوت شو يعني الحاصل انتخابة؟ هو عدد الأصوات يلي بتحصل عليه كل لائحة يجب أن تحصل عليه لتتمثل بمقعد اذا اخذت مقعد أقل من الحاصل انتخابة لا تتمثل هذه اللائحة في الانتخابات وعلى هذه اللوائح عدد المقترعين في الدائرة الثانية المقدر في بيروت هو 139 829 مقترع اذا نفست بارت ثلاث لوائح في دائرة بيروت الثانية لائحة ألف ولائحة بي ولائحة جين على سبيل المثال وبدأ أعطي هون فرضية وكل هالأرقام بدي أذكر يلي معنا وعم نشوفها على الشاشة وانا عم بدلي فيها وبعدين النتائج هي اسماء افتراضية ولوائح افتراضية لا تمثل الحقيقة بسلة وهيدا بس لشرح الانون ولحتى يتمكن المواطن الناخب والمقترع من انه يفهم هيدا الانون ويعرف يدلي بصوته اذا على سبيل المثال اخذت من اللوائح المتبارية الثلاث اللائحة ألف سبعة وسبعين ألف صوت اللائحة بي أربعين ألف صوت واللائحة جين تنين وعشرين ألف وتممية وتسعة وعشرين صوت يكون الحاصل الانتخابي لأنه مجموعها المقترعين يعطي 139 ألف وتممية وتسعة وعشرين مقصومة 11 يكون الحاصل الانتخابي 12 ألف وسبعمية واثناش بالصفحة التانية رح منشوف احتساب مقاعد كل اللائحة بحسب قاعدة الكسر الأكبر مع الحاصل الانتخابي وقت اللائحة ألف أخذت سبعة وسبعين ألف صوت نقصهم سبعة وسبعين ألف على الحاصل الانتخابي اللي هو 12 ألف وسبعمية واثناشر صوت اللائحة ألف المقدر بستة مقاعد اللائحة باية اللي أخذت أربعين ألف صوت كمان نقصهم الأربعين ألف صوت على الحاصل الانتخابي اللي هو 12 ألف وسبعمية واثناشر صوت بيطلع عنا ثلاثة فاصلة أربعة عشر يعني ثلاث مقاعد واللائحة جين اللي أخذت افتراضيا 22 ألف و 829 صوت منقصمها على الحاصل الانتخابي البالغ 12 ألف وسبعمية واثناشر صوت بتاخد واحد فاصلة سبعة تسعة يعني واحد ولكن مع اعتماد قاعدة الكسر الأكبر يعني اللي حصل على الكسر الأكبر بيطلع له مقاعد إضافة بيكون عنا التالي اللائحة ألف تأخذ ستة مقاعد لأنه 0.6.05 بتعمل ستة اللائحة ب بتعمل ثلاث مقاعد لأنه 3.14 الفاصلة 1.4 هي أقل من الواحد فاصلة 7 يلي بتجي باللائحة جين وبتعمل ثلاث مقاعد أما اللائحة جين التي حصلت على 1.79 فهي التي حازت على الكسر الأكبر يعني الرقم يلي بعض الفاصلة هو الأكبر بين اللوائحة الثلاث فبتأخذ مقاعدين اللائحة جين وبتكون عنا النتيجة ستة مقاعد لللائحة ألف ثلاثة مقاعد لللائحة ب ومقاعدين لللائحة جين إذا رتبنا النتائج اللوائح من الأعلى للأدنى بيكون عنا الشكل التالي يلي عم نشوفه على الإكران يلي هو اللائحة ألف شو أخد اللائحة بي شو أخدت واللائحة جين شو أخدت إذا أخدنا كل هالنتائج للصوت التفضيلة بيكون عنا ترتيب من الأعلى بحسب الأصوات التفضيلية إلى الأدنى مع مراعاة المذاهب كيف توزعت ومع مراعاة الصوت التفضيلة منشوف أنه ماذن أخد ألف من اللائحة ألف أخد 24 ألف صوت وهو تفايز طلع الأول بالترتيب حكما طلع نائب هاني يلي حل ثانيا في الترتيب بالأصوات التفضيلية وهو سني حل ثانيا وربح وأخد مقعد فأزن من اللائحة ألف عنا فائز ومن اللائحة بيه لأنه حل هاني السني من اللائحة بيه ثانيا حكما طلع له مقعد حسن من اللائحة بيه أيضا وهو شيعي وعنده 12 ألف صوت كمان حل ثالثا وطلع له مقعد صار في عنا مقعد واحد الأول من اللائحة بيه والثاني من اللائحة بيه مقعد من اللائحة ألف هلأ رامي من اللائحة ألف وهو سني رامي أخد 11 ألف صوت وهو رابع في الترتيب العام طلع عنده 11 ألف صوت حكما بيفوز كمان لأنه بعد فيه مقاعد سنية فارغة جاك الأرتدوكسي عنده 11 ألف صوت كمان من اللائحة ألف طلع ثالث بالتراتبية باللائحة ألف وطلع الخامس باللائحة بالترتيب العام فإذن حتما بيفوز هلأ بعدنا باللواقح ألف وبي وجين عم نعمل الدرو هلأ محسن من اللائحة بيه شيعي أخد 9 ألف صوت وحل ثالث وبالتالي بتكون خلصت حصة اللائحة بيه وما بقى بيطلع له مقاعد اللائحة بيه بعد فيه مقاعد للليحة جين ولللائحة ألف قاسم سني من اللائحة جين أخذ 8500 صوت وبعد فيه مقاعد للطائف السنية فبفوز وهذا يكون الأول من اللائحة جين محمد نفس الشي من اللائحة ألف سني ب7900 صوت طلع الرابع بترتيب اللائحة ألف وفاز كمان بهذه الانتخابات منير من اللائحة ألف سني كمان حل خامس بترتيب اللائحة بترتيب اللائحة ألف وكمان فاز يسين من اللائحة ألف سني ما ربح لأنه بطل فيه مطرح للسنة وتعبت المقاعد الستة شادي من الألف إنجيلي لحتى تكتمل اللائحة ألف وتكتمل الرابحين من اللائحة ألف أخذ 4000 صوت وطلع منها الرابحين في هذه اللائحة إذا ما نشوف الصفحة اللاحقة ما نشوف إنه كل هذه الأسماء رسبت ويبقى أن نكمل حصة اللائحة جين نبيل يلي أخذ بالنال لائحة جين وهو درزي 469 صوت بفوز وبيطلع رابح ويكون الثاني في اللائحة جين الرابح ولو ب469 صوت وهكذا يكتمل للائحة ألف عندنا ست مقاعد فائزة للائحة ب عندنا ثلاثة مقاعد فائزة وللائحة جين عندنا مقعدين فائزين وبذلك تكون يعني اكتملت كل المقاعد طبع الدائرة الثانية في بيروت وفق الترتيب النسبي بحسب يلي أخذ أكتر أصوات مع مراعاة التمثيل المذهبي ومع مراعاة حجم كل لائحة من اللوائح بشوفكم بحلقة جديدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر